اشتركوا في القناة باستثناء المعالج المتوسط وهذا ما دفعنا الى القول انها فوق المتوسطة الهاتف جاء باطار معدني مع تصميم زجاجي بدون قطع في اعلى الشاشة على الجانب الايمن زر التحكم بالصوت وزر الطاقة ومستشعر البصمة في ظهر الهاتف على عكس هاتف سامسونج جالاكسي اي سيفن 2018 الذي جاء فيه المستشعر مدمجا بالزر الرئيسي على جانب الهاتف وعلى يسار زر المساعد بكسبي وفي سقف الهاتف مدخل لتركيب شرحتي اتصال تدعمان شبكات الجيل الرابع وذاكر التخزين خارجية ومن الاسفل مدخل لتركيب سماعات الاذن 3.5 ملي متر ومايك وبينهما مدخل USB من نوع C الهاتف من الخلف يضم اربع كاميرات بشكل طلي كما ذكرنا بمقدمة التقرير واسفلها فلاش الوزن 183 جرام وبسماكة 7.8 ملي متر الشاشة مقاسها 6.3 انش بدقة فول اتش دي بلس بكثافة 392 بيكسل بالانش من نوع سوبر اموليد بواجهة طولية 18.5 الى 9 وتشغل مساحة 80.5% من مساحة الهاتف الكلية يحتوي الهاتف على ميزة نظام الدفع الالكتروني سامسونج باي ومساعد بكسبي وميزة فتح قفل الهاتف من خلال الوجه بالاضافة الى ميزة Always on Display والتي تجعل الشاشة تتعمل بشكل دائم لعرض الوقت والتاريخ والتنبيهات بأقل استهلاك الممكن للطاقة بنظام اندرويد اوريو المعالج سناب دراجون 660 ثماني نوا بتردد 2.2 جيجا هيرتز ومعالج رسوميات من نوع Adreno 512 جاء الهاتف في رسختين من حيث الرام الاولى برام 8 جيجا بايت وذكر التخزين داخلية 128 جيجا بايت والثانية برام 6 جيجا بايت وذكر التخزين داخلية 128 جيجا بايت وممكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت الكاميرا الخلفية مكونة من 4 كاميرات الاساسية وهي الثالثة من الاعلى بدقة 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وجاءت اول كاميرا بالاعلى وهناك العدسة الثانية بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 ويوم خاصصة للتقريب البصري حتى ضعفين بدون ان تتأثر الجودة اي انها 2x والرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 تدعم ميزة لايف فوكس مع فلاش والكاميرا الامامية بدقة 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 اذا ماذا يعني وجود اربع كاميرات هذا يجعلنا نتوقع هاتفا باقوى تصوير وينافس الهواتف الرائدة في التصوير خاصة في ظروف الاضاءة الضعيفة وان لم يتحقق هذا الامر فهذا سيكون مخيبا للامال البطارية غير قابلة للازالة بسعة 3800 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع وسيتوفر بعدة خيارات من الالوان مثل الاسود والازرق والوردي لا توجد معلومات دقيقة عن الاسعار وموعد نزوله في اسواق الشرق الاوسط لكن من المتوقع ان يتوفر الشهر المقبل ويبدأ بسعر 700 دولار امريكي ترجمة نانسي قنقر